اردوا الموضوع جديد خالص النادي الاهلي انتوا عارفين النادي الاهلي من يومين كده او من اسبوع كده 10 ايام كان فيه مشكلة او ازمة الجواب اللي ردوا عليه بتاع الجواب بتاع المهندس خالد مرتاجي وقالوا النادي الاهلي بصراحة ادى يعني ايه اداله في العضم ادى الاتحاد الكرة في العضم في العضل زي ما بيقولوا يعني ما فيش جملة فهم قصدي مش معدية انتوا مين وانتوا ايه واحنا النادي الاهلي زي ما انتم عايزين اللي بشرح لكو هو الحقيقة الجواب قاسي جدا وانتوا مش هتعلمونا وانتوا مش هتفاهمونا واحنا مؤسسة كبيرة واحنا ابطال العالم كل حاجة زي ما انتم عايزين لا لا طبعا لا لا خلاف على النادي الاهلي الادي كبير ولكن مجلس ادارة النادي الاهلي خانوا الصواب في الجواب ده بدليل ان بعض عضاء مجلس الادارة اتكلموا على مستوى الشخصي او بعض المسؤولين نتكلم عن مستوى الشخصي قالوا أن هم والله مش رادين عن الجواب ده كلموا مسؤولين في الاتحاد طب يا جماعة ما كلكم مش رادين مين اللي طلع الجواب؟ محدش عارف برضو حرية شخصية لمجلس زارة نادي الأهلي ولكن الغريب أن أنت تبعت للاتحاد الكورة جواب من يومين تقوله أعمل انتخاباتي ولا لا؟ ده جواب جديد خالص ودي خطوة جديدة خالص هل النادي الأهلي طول عمره متعود أنه يبعت للاتحاد الكورة يقوله أعمل انتخاباتي ولا لا؟ هل النهاردة جمال علام رئيس الاتحاد ورفاقه هم اللي حيحددوا النادي الأهلي يعمل انتخاباته ولا لا؟ هل دي النهاردة ورقة النادي الأهلي مستني انتخاباته بقى يرد يقوله والله يعمل انتخاباتك فيهم بقى التحاد الدول شايفين؟ أهو بيقوله يعمل انتخاباتك طب والله ما تعملش انتخاباتك أبعت له ذاته شايفين؟ أصل الوضع أعمل إزاي؟ جواب غامض وغير مفهوم أكيد وراء تساؤلات كتير النادي الأهلي واضح أن الإدارة فيها أزمة واضح أن الموضوع فيه أزمة يعني واضح أن الموضوع مش واضح لأن كلها خطوات جديدة يعني مش من الطبيعي إن النادي الأهلي ييجي يعمل انتخاباته يخاطب وزارة الرياضة يخاطب الجهة المنوط بيها لكن تخاطب اتحاد الكرة تطلب جمال علام تقول له أعمل انتخاباتي ولا جديدة اللعبة دي جديدة كانت انتغربوزين برضو معنا في حديث كان النهاردة موجود في جامعة دول العربية وكان فيه حديث النهاردة عن الانتخابات